ياتو ياتو ليه من كوني ياتو ياتو ومينا بعضا ياتو ياتو ليه من جينا لحكم ألي تتوسوى أفريكا إكس بريس ألو سهلا بكم ناس وكل مرحبا بكم في أفريكا إكس بريس موعدنا لي جدد كل نهار سبت مع بعضنا نرجع معكم على أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالقارة الأفريقية معكم نديا منصور مقدم الميكرو يوسف بن عيسى في الإخراج محمد الحمر في الإخراج الرقمي حاضر معنا كالعادة سليدا محجوبة المختص في الاستثمار في الأسواق الأفريقية وليمزيل الأنفاء بالرغم من رمضان قاعد يقدم قدم وهم مزيل عام الجو بتأكد سايم إن شاء الله والله إن شاء الله هو بالحق تعرف ما نهي يعني غير ديه لسوغيخ باللومبوتياج البره والكيسيات والحاجة الوحيدة كش مزيل جمع بركة جمع هذه بيانتو العيد بيانجو جو العيد وكل شي أفريست عادة خفيف السناء دنيا مهيش سخونها برش هو السناء كلكم لاحظتم أنا ما فهمش لا أعطاش لميك لجو ولا حد شي مجوز تحكية النوم نسهلو نقصي النوم برشا وهذا يعطي يعطي أني في خيب على رندمون بتاعنا نحاولوش منزيل عشرة يام هذوم الأخرينين نعملوا اللازم باش كيف كيف زادنا نعطيوه حاجات أخرين زادة سبيتوليتي تعتقوا حقها زادة كرشي العشرة العشرة الأخيرين وممكن جمعة جيدة حكيوه على حاجات أخرين سقالين سيروا في إفريقيا من ناحية الرمضان وكيفاش العيد وتعديل العود يتختلف من بلد لبلد حاول نحكيكم شوية الموضوع هذي كيفاش العيد يصير في بلدان إفريقيا اليوم شو عني علشانو باش نحكيه وبعد شوية في زوم سيغلافري باش نجعو على سينيجال حكينا المرفات على تحديل الانتخابات الانتخابات واليوم نحكيه على زلزيل سياسي كاريما في سينيجال نحكيه على فوز المعارضة من الدور الأول بالكاو باش نرجعو بنا في دموع على ما وراء الستار الحاجات اللي وصلتنا اليوم انه المعارضة في سينيجال اللي هي تربح هل الفوز هذي باش يحل اثنية نوعا ما نوعا من الاستقرار وقال لا باش يصير العكس خاطر نعرف انه الفترة الاخيرة السينيجال عاشت العديد من الصعوبات هذي باش نكتشفوه مع كنتي بعد شوية في غود دولافريك باش نمشيه نحكيه على كينيا المرة هذيه اللي حقت اول بنيفيس ديكسبروتاسيون لها منذ الفين وسبعتاش في الفين وسبعتاش كنا نحكيه على نجاح للكينيا كينيا ايرويز ولكن الفترة الاخيرة ومع الكوفيد زادت ضرت شركة هذي على الاخر السنة تعود ترجع افيكا نشيف دفاغ وربح خلينا نقول وبنيفيس ديكسبروتاسيون مهم نتعديه بعد شوية للتنزانيا باش نقعد ونحكيه على الخطوط الجوية الزادة تنزانيا اللي تستعد للانضمام للسوق الجوي الموحد الافريقي شنو الخطوة هذية شنو معناتها شنو الاهمية متاحة شنو الافيق والفرص زادة اللي بشتحالها لتنزانيا اللي نعرف ان البلاد هذية تعمل برشا على السياحة متاحة واللي هي وليت من ابرز الوجهات السياحية بضبط بش نكملو نحكيه على الطيران ولكن منشيرة اخرى من ناحية الطاقة بش نحكيه على القطاع الطيران الافريقي وكيفاش من عام لعام قاعد يحتاج لأكثر وقود للطيران نحكيه على وقود مستدام هل هذية فما يسخطيجي الميزان بلاس بين البلدان الافريقية بش تخدم عليه بين شركات الطيران أي ولا لي بش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل بعد شوية ومن غاديك بش نمشيه الموريتانيا المرة هذية بش نحكيه على تجربة جديدة تعيشها موريتانيا وهي زراعة القمح دوك موريتانيا دخلت قاعد تطور اليوم في القطاع الفلاحي متاحها فما دي بزوان قاعدين يظهروا عادية غفائية زادا قاعدة تتبدل في موريتانيا دوك بش نحكيه على التجربة هذية وزادا بش استأنسوا هما بش ينجحوا في التجربة هذية في هاي تاك افريكا بش نرجعوا على حاجة مربوطة بالعادية والتقاليد أكثر نحكيه على شيء بأفريقي يسمو ديديين دينامو يحكي على الثلاجة الشمسية هاكية اللي هي مصنوع عم الطين هذية هو شنو أفاسر ومستوحات من الجيرار متاع الأجديد متاع الجنيرغاسيون في تونس كانت عنا حاجة كيف نهاكية في الخليج زادا كانت فما حاجة كيف نهاكية كيمالجولة تتردم متاع تلقا انتوكا نوار ندسكوتي عاك بلس دو ديتاي نابل والفخار متاع نابل يوليو دي رفرجيراتور مع مولين بالتكنولوجي هذية جديدة متاع في فريق عالي شلي في كامبيوس أفريك بش ناجحوا نحكيه على غانة المراهبية اللي قاعدة تحاضر لإطلاق مبادرة تخص لرقمنة المدارسة الفانوية بش نشوفو هالرقمنة هذية على تونسيان ولا غانية معانتها شنو بش يسير بش نحكيه على يوم بلاتفورم بش تتحل كيفش بسير للكونيكسون ببين المدارسة بش كالانفرستركتور زيدة حاضرة في حد بيتها ونرجع زيدة على موضوع الانترنت تجمع اللي فتا تحكينا على الانترنت وحكينا على الفيبروبتيك وحكينا على الكنيكسون الانترنت في القرى الافريقية اللي هي مهيش ممتازة وفما حلول فما ديزا الالترنتيف أخرين هل هذي كل بش تم أخذوا بعين الاعتبار ومش نختمو معاك بعد شوية بافريكن وومن بش نرجو على ان غابور تخيز انتغيسان اسمو مجموعة من القصص تم كتابتها من طرف سيدات أعمال افريقيات العنوان الكبير هو السيدات والنساء يخلقنا الفروة القصص هذية تم كتابتها في إطار مشروع فندد باي ماستر كارد فاونديشن بش نكتشف مع بعضنا بش سيدات افريقيات بش نحكيو لكم شوية على الغابور هذي أهم من سالي موجودين وكيف كيف فنتو ما زيدا تنجمو تقرأ بسك موجود ان ليني اللي غراتوي وتنجمو تخذو عليه أكثر تفاصيل مرقي ساس النجاحات بوفت رترس انسپيران تنسي كلها ونكور بلس لما يكونوا مرائدات عمل بضبط هذا وأكثر بش نحكيو فيه ساولة جمو تابعنا على page Facebook متعنا Express FM على LinkedIn زيد على YouTube أسألتكم لك لكم متعك كليم مرحب بيها انا نحنا انتنا نحن انتنا بدينا ونكور دي امسيو مرحب توم عمشم شو تُو دي سيد مرحبات عزوم سورة افريكا 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 ايكس بريس امامشي دي ركتمو للباليب خيزيدانسيال السيد مع تعمل اوتوروت نحبو نفهمو مع كنتي اليوم صارت انتخابات نفكروا انه في الاشهر اللي فاتت كانتما اضطرابات على المستوى السياسي الاجتماعي والاقتصادي افكتفما عودة متاع ديكتاتورية بطريقة وافحة كانت موجودة باشا طبيقات على السياسيين في في سنغال من بنيتهم بينا في دماء بسيرو ديوماي فايي اللي تعرض العديد من المظالم وصل تخل للحبس افكتفما وانتي وقتها نتفكر قتلي نادي ما نجموش ان ببا تخانشي نقولو هل فريما النظام الحاكم بشي قعد هو متواصل والا انا بوزن بشي جي اليوم الاجابة جيتنا اكارانتكاتران سيد هذي يتعادى من السجن الى القصر الرئيسي في فوز مدوي حقيقة للمعارضة سنغالية نحبو نفهمو شنو وصار بالضبط والله تعرف القصة متاع سيد هذي معناها حتى كان نكتبها واحد في هليوود تتعدى في الاكزاجيراسيون ميقولك ليه كثرت لها عادر شمو هالسيناريو اللي عملت بذي روبو بو رات رفري ايه ما كيفش عمل لذي بش توتال مو انكنو معناها 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 كانش لعبت تعرفو برشا سيد هذي باسيرو ديوماي فاي ما كانش شخصية كبيريس دير انا جي فيه اتنسيو سمعت الدكlaration تاعو اه بعد الانتياه والسال انتخاب متاعو اول ديكاراتيون عملها شمعتون دي اه هم برسوناج كاريزماتيك شخص عنده هكاية نظر سياسي يظهر هكاية في الكلام متاعو في طريقة حتى في حتى في جسمو حتى في طريقة الهيئة ووقتو كلامو لا با دي تو معناها ولاية حشام اه معناها تخي تخي تيمين معناها في الوحدة متاعو اه في الديسكور متاعو الحاجة عجبني باركانتو في الديسكور عجبني برشا برشا فيها يقول اه بلدنا تعداد بحاجة خيبة برشا كان فاما برشا مشاكل برشا عبد الظلمت برشا عبد دخل الحبس بما في الظلم انا منهم واخرين زادا ما كيفي انا اه منه السيد اللي يكون الناس كل تستاني فيه اللي هو بش يخش الكانديدا واللي هو بش ربع اه اسمان سانكو اللي هو في الاخر بالكل لفقول وتغمى متاع عملية اه 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 جابوها من الحيت ايه ودايغ هو الفائز دوا هو معناتها كان اليد اليمنى للعثمان سانكو كان ني كان ييد اليمنى لكن كانوا سحاب برشا وكانوا مابعادهم في نفس الحزب ولكن ما كانش ما كانش نظهر اه ماناها عرفتك اللي لامبخ دان لامبخ دان لامبخ خدام و اه 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 لكن التابعة متاع وليه تخي تخي اه 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 و تخي ديسكريت اه ميحبش ياسر الكاميرايات ميحبش ياسر الاذهور الاعلامي اه يخدم احترم بين الزملاء متاعه وحبوه بابلوس اه النقطة اللي كانت ها الانتلاق متاعه بقوة و الكمبانيا عملها في عشرة ايام اه افكتيف ماي وبيدها في الحبس ما بين الوقت اللي خرجوه من الحبس ما بين الزيلكسي وعشرة ايام ناكيه كلها ما فهمه حتى التحضير صار خرج ما 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 يفهمه برشا حاجات صاروا في السنغال خلاوا هالتغيير قرار الشعب باش يغير الجهة وفد من عشرة سنين من الحكم تابه ما كيسال رغم النتاج الاقتصادية لكيه مش خيبين بالكل انكور يفوه يوري كالي نتاج الاقتصادية وحدها ما تكفيش انكور يفوه يوري انو بعد الاحيان الناس تحب تسمع حاجات بخلاف الاقتصاد حبوه يسمع حاجات بعد الاحيان شعبه ويه و سورتو برابور الى كوهزون سوشال اللي كانت مشكلة بالحاق في 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 سنغال هو هو يحكى عليها در الى لا رأكانت صن استوار غحكي على البدايات متعو في حومتو في القرية متعو كيفش كانت عيلتو هي تلم القرية كل دوك هو كإنسان يعترف أصلا انو عنده لكا بسيتيه دو رسمبلي موضوع من الأذن موضوع الأشخة لا أعرف أنه ذلك من يتم تتعلم أنه يتعلم أنه هنا وثمان س abdominal من السوداء هذه الولايات المعنصة من يتعلم أنهم سيكونون شديدة أعرف أنهم مع بأنهم سنعلم سنعرف اهلا بأنهم سنعرف سنعرف إخطاء سنعرف أيضا لحد احد وصف ما نحن في تونس من الفين وعشرة عملنا نفس الحكية عملنا أرمارسيو لا لا لزرمارسيو موشهدا يليتنا يليتنا توين الصفحة ومرنا إلى بناء تونس جديدة ويزينا من الأشخاص السورسياء أعتقد أنه مقابل الوضعية مع السنغال ونحن جيو политiquement فمش أقرب التونس من السنغال كبليت السنغال 12 مليون هو ما كيسال كريأسك أي نجمونا القاو ديزانالوجي ما تفهم معاك ما كيسال بلزانقص بتاع ولي دوم موداك ما بتابن علي ناشحا اقتصادين لكي نفهم ما كانتش ماشي لأمور لك هذي عبارة عن كاتر جنفير لكن كاتر جنفير تعدى بالانتخابات ولكن البيئي كي انفلوانس زي داخل تونس معنتها سياسيين اخذوا قرارات فما حكومات ولكن كنا ديما متأثرين بلدين معينة تمويلات معينة اللي هي مختلفة نوع عن ما وتخلنا فيه امور تقسيم الناس في انتي كذا والاخر كذا هذا كل طول فلسنو رئيس جديد انت سنغال كان واضح ما قالش برشا حاجات قال نتيو الصفحة شعب واحد مستقبل واحد يد في اليد عنا ثروات كبيرة جاية القدام يزي ما نعرفون ستغلوها يضايقوها ولكلام ينحب نحكي فيه طول البترول هذي الكل والجاز اللي بتتوبش يكون فيه دين هاليكيبة جديدة هذية كيفاش فيقع تصرف فيه هل يقع حسن تصرف فيه ولا مانا انكوري فوا بلاد اللي تولي فيها الجاز والبترول اللعنة هذا خوفي من هو ولا ماليكيب اللي ديرابي ماليكيب وقتاش خلق بشيعمل ماليكيب هو عبارة عن حياة حراك من نسك ممونة ما فيماش عجل ستركتوري فما برشا كو دي مديميساء الشعبويين دي فما حتى كلها منوائيين قلوا اللي العاصمة من دكار زينجينشور المنطقة اللي هما في اللي البلاد اللي جاي منها لوتر كوندي دا صنكو في الموضوع هذي دونك الشعبوي هذي في تنجم تكون اختار فرنسا مثلا اليوم عندها مشكل كبير طيب سينيقال فرنسا اليوم اكبر خاسر من هالانتيخبات هذية فكرة برشاة في الموضوع ايضا بل توجه للحسكري في في فيسنجال اليوم لسيطر قتول جدا في فرنسا نفهمت فتر دكار الشعبات اللي هذية ما يحدث اذكر برشاة فرينا من مالي من نجر من سينيقال ،كذا نجم تقول بناس وشكرا الرازع بإذنائها كما بإذنم لبعالي ما لبعالي اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.